أهلا بكم هي الشمس التنمية والتعمير تغطي كافة ربوع سيناء فلم تدع واديا ولا جبلا إلا وطلته يد النهضة والتغيير فجهود الدولة تتواصل عبر سلسلة من المشروعات تغطي كافة المجالات لتحقيق التنمية الشاملة جهود التنمية في سيناء استندت إلى مشروعات البنية التحتية ففي قطاع النقل تم تنفيذ ورفع كفاءة خمسة آلاف كيلو متر من الطرق والأنفاق وإنشاء وتطوير ثماني موانن بحرية منها نويبع وشرق بورسعيد أيضا تم إنشاء سبعة كبار عائمة أعلى القناة وخمسة أنفاق أسفلها وفي سبيل بناء الإنسان جاء الاهتمام بالقطاع الصحي حيث تم إنشاء وتطوير خمسين مستشفى ومائة وأربعة وخمسين مركزا ووحدة صحية كما تم إجراء الكشف على سبعمائة وخمسين ألفا وستمائة مواطن من خلال القوافل الطبية وتم أيضا إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش مشروعات إنتاج الكهرباء ضمت إنشاء محطات كهرباء الشباب الجديدة والعين السخنة وشرم الشيخ وتنفيذ ثلاث محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء بتكلفة تقدر بنحو مليار ومائتي مليون جنيه كما شملت جهود تأمين طاقة مشروعات الطاقة المتجددة منها محطة الطاقة الشمسية أبو غراقد بأبورديس ومحطات جبل الزيت لطاقة الرياح بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة بلغت نحو 89.3% عام 2023 مقابل 84.4% عام 2014 وبلغت نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في سيناء ومدن القناة نحو 77.1% عام 2023 مقابل 17.3% عام 2014 كما بلغ عدد إجمالي محطة تحليط مياه البحر 45 محطة عام 2023 مقابل 15 محطة عام 2014 سيناء شهدت تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية من أبرزها مصنع أسمنت العريش ومجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء ومصنع الرخام والجرانيت برأس السدر في قطاع الإسكان تم إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة وستة عشر ألف وستمائة وحدة سكنية في مدينة بئر العبد الجديدة كما أصبحت سيناء ومدن القناة خالية تماما من المناطق غير الأمنة وتم إنشاء أربعة ألاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين بيتا بدويا وثمانية عشر تجمعا تنمويا وسبعة عشر أخرى جار إنشاؤها في قطاع التعليم تم إنشاء سبع مدارس يابنية لأول مرة في سيناء ومدن القناة كما تم إنشاء أربع مدارس تكنولوجية تطبيقية وعلى صعيد التعليم العالي تم إنشاء أربع جماعات أهلية بسيناء ومدن القناة كما تم إنشاء ست جماعات حكومية وخاصة عام 2022-2023 بإجمالي عشر جماعات مجودات مضاعفة للدولة عبر تسرعها وتيرة المشروعات التنموية في سيناء من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين ودعما للأهداف القومية لبناء الجمهورية الجديدة عبر تنمية كل ربوع الوطن ترجمة نانسي قنقر